ما حصل في موضوع القائمة الدولية؟ موضوع القائمة الدولية أنا ليه رأيه قلته وما بغيرهش قلت أن المسؤول عن إضاءة يعني اللي يضع القائمة الدولية هو محمد فاروق ليه محمد فاروق؟ محمد فاروق هو الأضل الموسم بالكامل الموسم ده والموسم اللي فات كان موجود محمد فاروق كنائب رئيس لجنة الحكام من الطبيعي أنه هو اللي يضع لجنة الحكام القائمة الدولية طبعا جاء إبراهيم نور الدين وإبراهيم على فكرة يعني أنا بتنبق له بأمانة إنه هيوصل لأبعد من الحتة دي شاب برضو نبقى إحنا عارفين إن إبراهيم يعني بس نهدى شوي يعني أنا بقول لإبراهيم أخوه عبراهيم عارف إن أنا بحبه وعارف إنه أخوه الصغير بقول له نهدى شوي يعني مش كل حاجة بسرعة 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 الهدوء في اتخاذ القرار ده شيء مهم جدا ومش عايزين نطلع بسرعة إن التحكيم ده صعب جدا يا كريم التحكيم عامل زي الشجرة خلي بالك ما بتقفش سابتة شوية يودوها شريح يودوها كده شوية هوا يودوها كده شوية تمطر مش عارف ينزلوه فالموضوع صعب طيب إلي حصل برضو في القائمة الدولية إلي حصل في القائمة الدولية إن لجنة الحكام اتفقت قعدوا اجتمعوا كابتن محمد فاروق مع الدكتور عسب حجاج مع الكابتن إبراهيم نور الدين أمعتقد كابتن حمد القاضي قعدوا وحطوا القائمة الدولية طبقا للمعايير نزلت مضوع عليها التلاتة وبعدين نزلت لمجلس الإدارة لإنه يخلي بالك مجلس الإدارة هو له الحق الأصيل إنه يشيل أو يحط أو يعتمد شونتوا بعارف يعني أنا بدي توصيات أنا كلامة حكام بدي توصيات بقول الحكم فلاني الفلاني والمساعد العلاني وكلام ده كله لكن مجلس الإدارة ممكن يكون ليه رأي آخر رأي آخر بعد منقشتي يعني يجي يستدعيني يقول لي تعالى انت بأنت ليه حطيت دوت ليه محطيتش دوت طب إيه المعايير اللي عمان طب نقعد نتناقش الكلام ده كله إحنا ليه بنفضل نستنى الآخر يوم عشان نحط فيه القائمة الدولية يعني أنا شوفت القوامل الدولية في العالم كله محد يسمع عنا حاجة إحنا ماسمعش غير عندنا إحنا بس أنا و أنا حكم و أنا حكم يا كريم بقول نايم كان نفس الموضوع يعني أنا كان فيه مرة قائمة دولية اتعملت كان في رمضان يمكن رحت للفيفا قبل إغلاق السيستم بساعة و نص ساعة فليه إحنا بنتأخر في هذا الكلام فبالتالي التلاتة مضوا على القائمة الدولية نزلت لمجلس الإدارة مجلس الإدارة حصل اللي إحنا سمعناه كلنا واللي أنا يعني أعرفه إن كان الكابتن إبراهيم نور الدين فيه مهمة إنه هو جاي ياخد جواب زي تفارغ للشغل أو حاجة من اتحاد الكورة جميل معاصقة بتاع اسكدرية فالمجلس كان عنده بعض التحفزات على بعض الحاجات أو يعاز يسأل فيها جابه إبراهيم هو الموجود في لغة الحكام كلمه كابتن محمد فاروق تليفونيا الحقيقة محمد تليفونه كان مغلق لأن الرجل كان في معاصقة اسكدرية فاستشار إبراهيم في بعض الأمور إبراهيم قال وجهة نظره والمجلس اعتمد وجهة نظر إبراهيم ده ببساطة طبعا محمد فاروق جيه من اسكدرية تاني يوم طبعا إنت ما فيش حد مش عارف إن الكائمة الدولية اتشال منها كابتن محمد عادل كابتن محمد عادل اتشال واتشال كابتن إبراهيم طبعا زي ما اعتذل إبراهيم فبالتالي با عندنا مكانين حطوا فيهم محمود باسيوني وحماده الكلاوي محمود باسيوني من اسكدرية وحماده الكلاوي من سهاج قيمة المساعدين كانوا شالوا منها سامي هلهل وشالوا منها هاني عبد الفتاح وحطوا شريف عبد الله وعمر فاتح المسكندرية. دي القايمة الحداشرة. هستحوز على اهتمام الناس. خلينا نتطفق على كده. أنا عارف كل المواضيع يعني. طب. فبالتالي شريف عبد الله حكم مساعد أكثر من رأى. وكان يستحق دخول القايمة من عشر سنين فاته. وعمر فاتح نفس الشيء. كفاءة عالية جدا 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 لاتنين. في وجهات نظر بتقول أن هم سنهم كبير شوية. 43 سنة. فبقى وحنا عملنا إيه؟ ليه 43 سنة ونخرج 45. طب. هل 43 سنة دي؟ ففي وجهة نظر بتقول أن وجهة نظر أحد المسؤولين في اللجنة أنه هو شاف أن الاتنين دول حكمين كبار. وكان لازم ياخدوا الشارع الدولية. لأن اليوم تاريخ كبير جدا في التحكمة المساوة. وأنا أقيده في ذلك. أقيده في ذلك تماما. حتى نعد جيل اللي هو الولاد اللي شغالين دلوقتي في الدور الممتاز. اللي هم بيلعبوا مبارات كبيرة. يدوم مبارات أقوى 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 بحيث أنه لما بعد السنتين دول يتشال شريف ويتشال ويخلص شريف مدته ويخلص عمر فتح مدته يبقى دول عندهم خبرات كبيرة جدا فبالتالي لما تدفع بهم هم برضو صغيرين في السن 30-31 سنة وكلام ده كله. أنا عايز أفهمه عشان برضو في حاجات أنا مش ببقى فهمها أول. تماما. في ناس كثيرا انتخذت فكرة خروج الكابت المحمد عادل من القائمة الدولية. تماما. رأيي. بص. إحنا لازم نكبر حكامنا ولازم نكبر ولادنا طالما إن الفيفا ما عملش معايير للسن أنا ما أبعث الحكم بتاعي. محمد عادل تاريخ كبير جدا 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 في التحكيم المصري خلينا نتطفق على ده وكل الناس عارفة ده كبير. أنا ما أفعش أتعامل مع محمد عادل بالطريقة دي. محمد عادل لو أنا عايز أستبعد محمد عادل أو أستبعد الحكام الكبر أو أستبعد الحكام الكبر أو الفيكام لكن إن أنا أشيل حكم دولي بقيمة محمد عادل بطريقة ما لا ده مش مقبول بالنسبة لي. أنا ممكن أكون أتفاهم معاه إن أنا أشيلك أوه حشان أنا فاهم لو أنت ما عندكش فرصة أنك تلعب لكن كل الحكام عندها فرصة بدليل أنت عندك محمد عشور حكم الدول الكبير لعب 2 أولمبيات 2 أولمبيات ومرشح لكاس العالم عشور النهاردة 47 أو 48 سنة إذن هنا الفيفا ما فيش معايير للسن فبالتالي أنا كنت يعني مش شايف إن خروج محمد عادل بالطريقة دي لا ما ينفعش ما ينفعش طيب ما ينفعش